الملاحة الدولية في خطر وتهديد السفن التجارية تصعد بعد أيام من خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي تعرضت سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي للاستهداف في المحيط الهندي بطائرة مسيرة قالت عنها مصادر أميركية إن المنفذ يشتبه بأنه إيران ما تستند عليه المصادر بحسب وكالة أشوت دي بريس فإن الطائرة المسيرة من طراز شاهد 136 إيرانية الصن هذا الاستهداف تسبب في أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقيمها لكنه يرفع المخاوف حول مسارات الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمحيط الهندي عادة ما يوجه الغرب أصابع الاتهام عما يجري في المياه الإقليمية الدولية من تهديدات صوب طهران فهو يدرك أنها من تحرك أذرعها في المنطقة من بينها ميليشيا الحوثي التي تفكر بمصالح إيران على حساب اليمنيين اليوم باتت بحار اليمن توصف بالخطرة وتتضاعف معها كلفة الشحن والتأمين فضلا عن أن تلك التوترات تقود إلى مزيد من عسكرة البحار ومضيق باب المندب تحت ذريعة حماية التجارة الدولية خاصة أن نحو ستة ملايين برميل من النفط تعبر هذا المضيق يوميا صحيفة القرديان البريطانية وصفت تقديم ميليشيا الحوثي نفسها بأنها متضامنة مع فلسطين وتخوض حربا ضد الاحتلال الإسرائيلي هو بمثابة عروض رمزية للتضامن مصممة للجمهور اليمني المحلي إلا أن تلك الممارسات وفقا للجارديان تعرض التفاهمات السعودية الحوثية للخطر وتعيق التوصل إلى اتفاق سلام وتهدد بعودة الحرب المستمرة منذ تسع سنوات خاصة أن ثمت رغبة أمريكية بشن هجمات على ميليشيا الحوثي ناهيك عن الحديث بشأن إعادة إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب اشتركوا في القناة